وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا السيدة سمية حداد أهلا ومرحبا بكي سمية بداية في ظل تواصل قصف النظام وروسيا على الغوطة الشرقية إلى أي مدى ستغطي مساعدات الصليب الأحمر حاجات الأهالي في الغوطة أهلا بكم بداية بما يخص القصف متواصل فهو لم يتوقف حتى الآن وصدنا الآن أن هناك فواء قافلة دخلت إلى دومة لاستثمار تفريغ الشاحنات التي لم يتم تفريغها في المرة السابقة نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة أثناء وجود قافلة الساعدات الإنسانية داخل دومة فكما نعلم جميعا دخلت قرار 42 شاحنة تم إفراغ ثلاثة منها من مرتياتها الطبقية ومن ثم تم خروجها قبل إفراغ ثمونتها والتي بلغت حوالي عشر شاحنات لم يتم إفراغها من المعروف أن أصرح طليب الأحمر في ذلك اليوم أن القاصلة التي دخلت تكفي إحتياج 27500 بحساب بسيط نجد أن ما تنمى إفراغه في ذلك اليوم لا يكفي 20 ألف من مجمل سكان الغوطة الذي يبلغ قرار 400 ألف مديرة منظمة اليونسيف هنريا تفور قالت أن الغوطة أصبحت جحيما على الأرض للأطفال ماذا يجب على الحكومة وعلى العالم اتخاذه من إجراءات لحماية الأطفال في الغوطة؟ الحقيقة الغوطة باتت جحيما للجميع الأفطال والنساء والعجال فكما تعلمون جميعا عمليات قصف المستمرة التي استعرضتها إجبارة الأهالي على التواجد بشكل شبه دائم داخل الملاجئ هذه الأمور نعكسها طبعا على الأطفال وغيرهم بالإضافة أن تقريبا منذ صدور قرار مجلس الأمن أبعا وشرين شفات حتى الآن وثقنا بالإسم مقتل قرارة 65 طفلا وبالتالي وهم موجودون داخل الملاجئ اليوم المستشفيات هناك تقصف وبحاجة المدينة لمساعدات طبية أيضا المنظمات الدولية تمنع من الدخول بهذه المساعدات إلى المنطقة ما هو البديل لهذه المنظمات برأيكم؟ لا يوجد بديل حاليا لا يوجد بديل ما شافي الجزء الكبير منها خرج عن الخدمة الكوادر الطبية تحاول أن تقوم على معالج ضحايا القصص بما توفر لديها من إمكانيات وبطرق بعيدة عن المهنية لكن هذا المتوفر لديهم لدينا العديد من الحالات التي أعلمنا بها أنها تحتاج إلى عناية مرسلة لكنها تنتخليشها صورا إلى الملاجئ لعدم توفر الإمكانية في داخل المشافي المتوفرة حتى الآن من الشبكة السورية لحقوق الإنسان سيدة سمية حداد كنت معنا شكرا جزيلا لك